في أول كلمة مسجلة له عقب توليه منصب الأمين العام لحزب الله اللبناني أكد نعيم قاسم أن الحزب قادر على الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل لأيام وأسابيع وأشهر أشار إلى أنه لا وقف لإطلاق النار إلا بشروط يقبلها حزب الله وشدد على أن الحزب سيظل متمسكا بنهج الأمين العام الراحل حسن نصر الله في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي نحن مستمرون في التصدي للعدوان إذا قرر الإسرائيلي أنه يريد إيقاف العدوان نحن نقول نقبل لكن بالشروط التي نراها مناسبة ومؤاتية لن نستجدي وقف إطلاق النار كفين نحن مش ناطرين المطول وأي حل سياسي يحصل بالتفاوض غير المباشر ودعامته الأولى وقف إطلاق النار ووقف العدوان بعدين منبين رأينا بالتفاصيل ترجمة نانسي قنقر